موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية أستهلها بالعنوين رئيس الجمهورية يطمئن على صحة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية نائب رئيس الجمهورية يطلع على المستجدات والجهود التي تبذلها الحكومة لتطبيع الأوضاع في البناطق التي شملتها جولة رئيس الوزراء مدفعية الجيش الوطني تدك مواقع وتجمعات الميليشيات الإنقلابية في رازح بصعدة والجيش يواصل تقدمه باتجاه البرح غرب تعز من عنوين النشرة إلى تفاصيلها أجرى فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبد الملك المخلافي واطمعنا رئيس الجمهورية خلال الاتصال على صحة وزير الخارجية الذي يتلقى العلاج بعد خضوعه لعملية جراحية في إحدى المشفيات بالعاصمة السعودية الرياض وأشهد فخامة الرئيس بالجهود الكبيرة التي بذلها ويبذلها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في هذه المرحلة الراهنة من تاريخ اليمن متمنيا له شفاء العاجل والعودة في القريب العاجل إلى ممارسة مهامه الدبلوماسي لمصلحة اليمن وشعبه من جهته عبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عن سعادته الغامرة باتصال رئيس الجمهورية والاطمئنان على صحته مؤكدا أن مثل هذه المواقف ليست بغريبة على فخامة الرئيس وأطلع وزير الخارجية رئيس الجمهورية على وضعه صحي بعد إجرائه عمليات جراحية في إحدى المشفيات السعودية والتي كللت بالنجاح أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر للاطلاع على المستجدات والجهود التي تبذلها الحكومة لتطبيع الأوضاع واستمع نائب رئيس خلال الاتصال على لمحة عن الأوضاع في المناطق التي شملتها جهولة رئيس الوزراء ومن ضمنها محافظة أرخبي السقطرة لاستكمال تطبيع الأوضاع وتدشين عدد من المشاريع التنموية والخدمية تنفيذا لتوجهات فخامة رئيس الجمهورية وأكد نائب رئيس الجمهورية حرص رئيس الجمهورية على تلمس أحوال المواطنين وتلبية احتياجاتهم والعمل على التخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني التي خلفها انقلاب ميليشيات الحوث المدعومة من إيران وأثمن نائب رئيس الدورة الأخوية الدعم والمساند لدول تحالف الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما تقدمه من دعم عسكري وسياسي وإغاثي وتنموي ولن ينساه أبناء الشعب اليمني من جانبه كذا رئيس المجلس الوزراء اطلاع الحكومة بالمهام المنطة بها وبذلها لجهود الهادفة إلى تثبيت دعائم الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين معبرا عن الشكر والتقدير لاهتمام ومتابعة نائب رئيس الجمهورية أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالا هاتفيا بمحافظ محافظة البيضاء صالح الرصاص عزاه خلاله بوفاة عمه الرصاص من علي حسين الرصاص مدير عام الصناعة والتجارة بالمحافظة الذي وفته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وأشهد نائب رئيس بمناقب الفقيد وأدواره الاجتماعية والحكومية سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان قال وزير الإعلام معمر الإرياني أن فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية حريص على تحقيق السلام الشامل والعادل وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون نتيجة انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة وأضف الوزير خلال زيارته مقرة الفيزيون نمساوي ولقائه بعدد من المسؤولين تنفيذيين في المؤسسة أن الرئيس هادي أطلق دعوات متتالية للميليشيات الحوثية قبل عاصفة الحزم وبعدها للعودة إلى جادة الصواب وتغليب مصلحة الوطن وتحكيم لغة الحوار إلا أن الميليشيات ظلت تتعامل مع قضايا الوطن والشعب اليمني من منطلق مصالحها الخاصة ومشروعها الطائفية الضيق والإملاءات المفروضة عليها من طهران وأشار إلى أن الحكومة الشرعية مستمرة في التزاماتها بتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وألياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 22-16 مثمنا موقف دول التحالف العربي بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية الداعمة للشرعية الدستورية والحريص على إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني وشد بموقف النمسة الدعم للشرعية الدستورية والجهود التي تبذلها الحكومة النمسوية في دعم عمليات الإغاثة الإنسانية من جهاته أكذا متحدث باسم قوات التحالف العربية دعم للشرعية العقيدة الركن تركي المالكي عن رغبة التحالف والشرعية اليمنية في إنهاء الحرب وذهاب إلى مشاورات سلام جادة وفقا للمرجعيات الثلاث وستطرد المالكي قائلا لكن الميليشيات تثبت لجميع كل يوم عدم جديتها في إيقاف الحرب ولعل تجربة الميليشيات في إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع على العاصمة السعودية الرياض وبقية مدن المملكة في الوقت الذي كان المبعوث الأممي مارتين جريفت يزور صنعاء إلى دليل كافيا على أن هذه الميليشيات لن تتوقف عن مشوعها إلا بفكفكة منظومتها العسكرية وتحويلها إلى حزب سياسي وكذا أن مهمة التحالف العربي ستنتهي باستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الذي لا يمكن أن يكون إلا جزءا من محيطه الإقليمي الخليجي والعربي رفقه خلال الزيارة سفير اليمن لدى فييناه ثم شجاع الدين التقى وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني سرى الرعيني رئيسة وأعضاء المرصد السقطري السحقوقي في محافظة يارخبيل السقطرة وتحدث الوزير عن دور الدولة والمجتمع في الدفاع عن الحقوق العامة والخاصة وحمايتها وخصوصا في ظل الأوضاع التي يشهدها الوطن بشكل عام وجزيرة سقطرة بشكل خاص وضف أن سقطرة تحظى بمكانة خاصة نتيجة لخصوصية طبيعتها الخلاقة والتي يتوجب علينا جميعا حمايتها والحفاظ عليها ورصد وكشف أي انتهاكات تطالها أو تطال المواطنين فيها ومحاسبة المتسببين بها أمام القضاء المحلي والدولي وقدم عضاء المرصد شرحا عن دوره وهدفي والعمال التي قدمها ومنها التقارير التي عادها عن الانتهاكات التي طالت الجزيرة خلال المرحلة الماضية والتي سيعمل المرصد على نشرها اتباعا نقش اجتماعا برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد دكتور أحمد عطية بمكة ترتبات استعدادا لموسم الحج 1439 هجرية وقدم وكيل الوزارة المساعد لقضاع الحج والعمرة طارق القرشي والمختصين شرحا عن المهم منجزة لعملية الحج لهذا العام واستكمال استئجار مساكن حجاج اليمن في مكة المكرمة المدينة المنورة وخدمات عاشة الحجاج ووسائل النقل ومن ثم العودة إلى أرض الوطن بنظام المرابطة والذي اعتمد اعتمد لأول مرة هذا العام ونوه الوزير بالأعمال المنجزة قبل حلول شهر رمضان التي بلغت 90% من العمال وترتيبات عقب ذلك افتتح الوزير مركز معلومات الحج والعمرة الذي سيبدأ العمل فيه هذا الأسبوع أكدت سفيرة بلادنا لدى هولندا والسفيرة غير المقيم لبلادنا لدى مملكة السويد سحر غانم حرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية على إحلال السلام الدائم والشامل في اليمن المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاثة المتمثلة في المبادرة الخليجية والياتية التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها القرار 22-16 الكفيلة بعودة الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار جاد ذلك خلال لقائها بالمدير العام للتعاون الثنوية الدولي في وزارة الخارجية السويدية جوهانس أولدرن ورئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير أندي سمور والمبعوث الخاص للخارجية السويدية إلى بلادنا وليبيا السفير بيتر وسفيرة السويد للأطفال ومناطق الصراعات غفرانا نادف وعدد من المعنيين بالملف اليمني في أقسام متعددة في الوزارة ونائب المدير العام للوكالة السويدية للتعاون التنموي يورين هلمكفيست ومختصة الملف اليمني في الوكالة ومسؤولة العمليات الدولية في الصليب الأحمر السويدي ميشيل فريبريج وتطرقت السفيرة خلال لقاء إلى القضايا المتعلقة بالوضع الإنساني في اليمن وجهود الحكومة اليمنية في تطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة ومساعي إحلال السلام ميدانيا صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما لميليشيات الحوثي شمال محافظة لحج وقالت مصادر ميدانية أن الميليشيات شنت هجوما على مواقع الجيش الوطني في منطقة حمالة بالقرب من الشيجة شمالي لحج وأكدت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم وكبدت الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح درت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي جنوبي الحديدة وقال مصدر ميداني معارك عنيفة تجددت بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الحوثية شرقي مدرية حيس وبحسب المصدر فإن المعارك تزامنت مع غارات جوية للتحالف العربي استدفت مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في مفرق جبر رأس وخط العدين وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحة في صفوف الميليشيات الحوثية الإرهابية أفدت مصادر محلية إن قصفا مدفعيا مكثفا شنته مدفعية الجيش الوطني استدف مواقع وتجمعات وأليات لميليشيات الانقلاب في مدرية رازح بمحافظة صعدة معقى لزعيم الميليشيات وستدف القصف وفقا للمصادر مواقع للميليشيات بدقة عالية موقعا خسائر مادية وبشرية كبيرة بصفوف الميليشيات الانقلابية في رازح كما كشفت مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني بإزناد من مقاتلات التحالف العربي تمكنت من استعادة سيطرة على مواقع جديدة في مدرية كتاف البقع شمالي محافظة صعدة وأكدت المصادر أن المعارك والغارات الجوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرح بالفرار تاركين خلفهم معدات عسكرية وأسلحة تمكنت قوات الجيش الوطني من أحراز تقدم جديد غرب محافظة تعز بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي وقالت مصادر ميدانية أن قتلى وجرح حوثيين سقطوا في قصف مكثف للطيران الحربي بما في ذلك طيرات الأباتشي وذكرت المصادر أن قوات الجيش حررت مواقع مطلة على منطقة العريش أخر مناطق مدرية موزع وتتقدم باتجاه البرح وقصفت مروحيات الأباتشي بشكل مكثف مواقع الحوثيين شمال مفرق الوزعية ومنطقة البرح في مقبنة وأسفرت الغارات عن مقتل أحد عشر عنصرا وإصابة ثمانية آخرين من ميليشيات الحوثي فيما شهدت المنطقة قصفا مدفعيا متبادل سيطرت قوات الجيش الوطني على مواقع جديدة في جبهة قانيا شرق محافظة البيضاء بعد معارك عنيفة خضتها مع ميليشيات الحوثي وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني هاجمت مواقع تحتلها ميليشيات الحوثي في سلسلة جبال اليسبة الاستراتيجية ومنطقة خدار العرجاء وجبال الخليقة في جبهة قانيا ولفت المصدر إلى أن قتل وجرح سقطوا في صفوف الحوثيين خلال الهجوم الذي انتهى بدحرهم من عدد من المواقع في منطقة خدار العرجاء وجبال الخليقة بالجبهة ذاتها اطلعت اللجنة الرئاسية برئاسة نائب رئيس سيئة الأركان العام لوارك صالح الزنداني على مستوى الأضرار التي لحقت من مشفى العسكري من مدينة تعز ومستوى الخدمات الطبية التي يقدمها للمرضى وجرح الجيش الوطني ونوها نائب رئيس هيئة الأركان بالجهود التي بوذلت من قبل إدارة المشفى والأطباء والممرضين والوحدات العسكرية التي حافظت على ممتلكات المشفى أثناء الحرب مع الميليشيات الحوثية الانقلابية وطلعت اللجنة على حجم الأضرار التي لاحقت بالأقسام وغرفة العناية وطالت أجزاء كبيرة من المشفى جراء القصف الممنهج من قبل الميليشيات مؤكداً أن عملية تنويم المشفى ستتم خلال الأيام القليل القادمة من جانبه أكد قائد المنطقة العسكرية الرابع اللواء فضل حسن أن القيادة العسكرية ستولي المشفى العسكري بتعز اهتماماً كبيراً وذلك بسرعة إصلاح الأضرار الناجمة عن الاستهداف الإجرامي إلى المهرة دشن محافظ محافظة المهرة راجح سعيد باكريت ومعه سالم نيمر الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة في مطار الغيضة الدولي توزيع ستة عشر ألف كرتون من اللحوم مقدمة من مركز الملك سلمان للإقاثة والأعمال الإنسانية تستفيد منها ستة وثلاثون ألف أسرة وأشهد المحافظ بدور مركز الملك سلمان للإقاثة والأعمال الإنسانية في تقديم الدعم اللوجستي والفني المحدود للمحافظة مثمنا وقوف المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لإلائهم أبناء المحافظة كل الاهتمام والدعم في مختلف المجالات عبر المركز وجهات أخرى وفد رئيس معصصة السبيل مندوب اتلاف الخير الشركة المنفذ لمشاريع مركز الملك سلمان للقاثة والأعمال الإنسانية في اليمن أن تتشين اللحوم المقدمة من مركز الملك سلمان يأتي ضمن سلسلة المساعدات القذائية التي يقدمها المركز في عموم محافظات الجمهورية ومحافظة المهرة تحتل طليعة المحافظات التي تعنى باهتمام مركز الملك سلمان أعقدت وزارة الزراعة والريف في العاصمة المؤقتة عدن اللقاء التشاوري الأول لمدراء الإرشاد الزراعي للمحافظات المحررة لمناقشة أوضاع أجهزة الإرشاد الزراعي وفي لقاء أكد وكيل الوزارة لقطاع الرية المهندس أحمد الزامكي استعداد الوزارة تقديم الدعم اللازم والمستمر للمزارعين لتنفيذ الأنشطة التي تساهم في تحسين الخدمات الزراعية في مختلف المناطق الزراعية ومتابعة الموازنات التشغيلية مع الجهات الذات الاختصاص في المحافظات المحررة مشيدا بدور قطاع الإرشاد الزراعي في كيفية تنفيذ خطط الوزارة الهادفة إلى تطوير القطاع الزراعي بشكل فعلي كما أشار الوكيل إلى أن الوزارة تخاطب كافة المنظمات الدولية للتعامل مع الوزارة أو مكاتبها في المحافظات المحررة أثناء تنفيذ المشاريع التطورية لتعزيز عملية التنسيق والتعاون المشترك من جهتهم كذا المشاركون على ضرورة التنسيق المشترك بين المنظمات الدولية العاملة في القطاع الزراعي مع إدارات الإرشاد في المحافظات المحررة في تنفيذ المشاريع الزراعية بعد أربع سنوات من التوقف نتيجة للحرب الانقلابية وزارة الداخلية تدشن أسبوع المرور العربي تحت شعار التزامك بالنظام دليل على وعيك برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبد بن دغر وإشراف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري وتحت شعار التزامك بالنظام دليل على وعيك دشنت صباح اليوم وزارة الداخلية فعالية أسبوع المرور العربي والذي يستمر حتى العشر من مايو الحالي وفي التدشين الذي حضره اللواء الركن عبد الله قابر وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية واللواء الركن رياض الفقير وكيل وزارة الداخلية لقطاع تدريب والتأهيل واللواء الركن فضل باعش قائد القوات الخاصة والعميد عبد القوي باعش مدير عام التوقيه بوزارة الداخلية ألقى اللواء الركن محمد مساعد وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدامات الشرطة كلم يقتنائي برئيس الوزراء وزير الداخلية أكد فيها أن هذا الاحتفال الذي تشارك به الدول العربية يهدف إلى توحيد النشاط العربي نحتفل ومعنا كل الدول العربية بهذا اليوم الذي يوحد فيه نشاط أجزة المرور على مستوى الوطن العربي بأنظمتها المختلفة بعد أن سطى مليشيات الحوثي على السلطة وعلى الشعب حصلت انهيار كبير للدولة ومؤساتها بشكل عام بفضل الله سبحانه وتعالى وحكمة فخامة الأخ المشير عبد الرب منصر هادي ودعم التحالف انتصرنا على هذه العصابة الانقلابية التي وصلوا إلى هذه المحافظة الطاهرة نحن في زارة الداخلية حسب توجيهات المشير عبد الرب منصر هادي حفظه الله ودولة الأخ رئيس مجلس الوزراء ويعني نعمل بكل جهد على أساس بناء أو استعادة بناء مؤسسات الدولة ومنها وزارة الداخلية من جانبه أكد العميد عمر بامش موس مدير عام شرطة السير في الجمهورية اليمنية أن التدشين اليوم يأتي بعد توقف دام أربع سنوات نتيجة للحرب وقال أن الفوضى التي تشوب حركة السير تحتاج إلى تضافر الجميع لخلق تقافة راقية ندشنا اليوم أسبوع المرور في المحافظات المحررة بعد انقطاع أربعة عوام نتيجة لما تعرضت له بلادنا من حرب دامية من قبل المليشيات الحوثية على الدولة ومؤسساتها وانقلابها على شرعية فخامة المشير الركن عبد ربو منصور هادي رئيس الجمهورية إنما تعاني حركة السير من فوضى عارمة يحتاج مننا جميعا مؤسسات رسمية ومجتمعية القيام بدورنا التوعوي والأرشاري كلا من موقعه لخلق ثقافة مرورية راقية كما ألقيت في الحبل كلمة أنصار المرور ألقاها الطالب أحمد محمد دعت القيهات الحكومية فتح المجال لأنصار المرور للمشاركة في كل الفعاليات كما قدم في الختام عرض تقديمي للإرشادات المرورية من إعداد إدارة التوجيه المعنوي يبيب محمد علي لقناة عدن الفضائية على عاصمة المؤقتة عدن دشنت في محافظة شبوة فعاليات أسبوع المرور العربية الموحد الذي ينفذ تحت شعار التزامك بالنظام دليل وعيك وخلال حفلة تدشين أشار أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبد الربو عبد الربو هشلا ناصر ومدير عام الشرطة بالمحافظة العميد الركن عوض الدحبول إلى أهمية الاحتفال بأسبوع المرور العربي بالمحافظة كونه يأتي في إطار جهود تطبيع الأوضاع والحياة العامة في المحافظة بعد أكثر من ثلاث سنوات توقف فيها الاحتفال بهذه المناسبة التوعوية المرورية بسبب الحرب التي شنتها ميليشيات الحوث الإنقلابية والتي تسببت بتدمير الكثير من المنشآت والممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية وتعطل فيها العمل بالعديد من الأنظمة ومواد القوانين النافذة ومن بينها قانون المرور داعيان إلى تضافر جهود الجميع من أجل تنفيذ وإنجاح الفعاليات التوعوية والإرشادية لهذا الأسبوع وتحقيق الأهداف المرجوة منها بحيث تسهم في رفع وترسيخ مستوى الوعي المروري في المجتمع كما دشنت إدارة أمن الضالع أسبوع المرور العربي تحت شعار التزامك بالنظام دليل وعيك وأشهد وكيل محافظة الضالع نبيل عفيف بالدورة الذي تبذله إدارة الأمن رغم الظروف الصعبة التي تمر بها منوها بأن هذه المناسبة سيستعيد من خلالها رجال المرور نشاطهم داعياً للمواطنين وسلطات وكل فئات المجتمع إلى أن يكون عوناً لرجال المرور مؤكداً أن السلطة المحلية بالمحافظة ستكون عوناً وسنداً وفقاً للإمكانيات في دعم شرطة المرور كما دشنا في محافظة تعز أسبوع المرور العربي بعض انقطاعاً دام ثلاث سنوات بسبب الحرب التفاصيل في سياق تقرير الأتي دشنا وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي والوكيل عبدالحكيم عون ومدير عام شرطة السير أسبوع المرور العربي بتاعز تحت عنوان التزامك بالنظام دليل وعيك وفي الاحتفال أكد وكيل المحافظة بأن الفعالية التي غابت ثلاث سنوات عن تعز بسبب الحرب الآن تعود مع عودة تفعيل المؤسسات الحكومية ومن ضمنها إدارة شرطة السير نحن بعد انقطاع ثلاث سنوات من عدل تفعيل ملاسبة تسبوع المرور في محافظة تعز بالقمهورية بشكل العام اليوم يعود تدشين فعالية تسبوع المرور من جديد ندشين اليوم فعالية تسبوع المرور العربي الذي نعقد هذا العام تحت شعار التزامك بالنظام دليل وعيك في شرطة السير محمد تعز بحضور السلطة المحلية وبحضور السلطة الأمنية وبحضور جميع غفير من الزملاء ومن أفراد وضباط الشرطة السير وضباط الأمن ومن المواطنين ومن طلبات الجامعة كان الحضور رائع وتخلنا الحفل مجموعة من الفقرات الهادفة ونحن الآن عدينا برنامج متكامل للأسبوع لزول الميداني للجامعات في المدارس في أماكن توقد السائقين في الفرزات وللقاء المحاضرات التوعوية بمناسبة هذا الأسبوع وكذلك نحن قادمين على العمل المكتف الميداني لتحقيق هذا الشعر على الأرض من أجل أن نوصل رسالة مرورية لجميع المواطنين المواطنين مستخدمي الطريق من المشاة وسائقين وراكبين بضرورة الالتزام بأدب قواعد السير لتحقق السلامة المرورية والوعي المروري الشام وبعد الاحتفال الذي ألقي فيه العديد من الكلمات المعبرة والمؤكدة على أهمية الالتزام لقواعد المرور لسلامة الأرواح والممتلكات أنتشرت قوة شرطة السير في أرقاء المناطق المحررة وفي القولات لمباشرة العمل اليومي وبالزي المروري المميز حقيقة اليوم نحن نعيش أسبوع المرور العربي والذي غاب عن تعج ثلاث سنوات نتيجة الحرب الظالمة التي حصلت على محافظة تعج لكن اليوم هناك الأمل كبير بأن المرور بدأ يتحرك بأن مؤسسات الدولة بدأت تفعل بأن الأمن وشرطة السير والأمن العام أيضا بدأ يعود إلى داخل هذه المحافظة وهذا يعطينا انطباع ويعطينا أمل أن مؤسسات الدولة في طريقها إلى العودة والتفعيل أسبوع المرور العربي يزورنا أسبوعا كل عام إنما هو سموك وحياة للمواطن والشارع أول السنة وحفاة على الأرواح قناة عدن قضايا أشهد مدير مدرية البريقة بمحافظة عدن هاني اليزيدي من مستوى الإعداد والتجهيز والترتيب في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لإنجاح الامتحانات النهائية لهذا العام ووجه خلال تفاقده سير امتحانات شهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2017-2018 للميلاد القائمين على المراكز الامتحانية بالمدرية بتوفير الأجواء الملائمة ليتمكن الطلاب والطالبات من أنداء الامتحانات بكل يسر وسهولة وتحصيل أعلى درجات مؤكدا على همية امتحانات الشهادة الأساسية واشتيازها بدرجات عالية لتأهل الطلاب في الانتقال إلى مراحل تعليمية جديدة متمنيا للطلاب التوفيق والنجاح قام مدير مديرية المعلى فهد مشبق بتوقيف وإغلاق ثلاثة مطاعن في المدرية عقب الحملة التي نفدها وذلك لعدم توفر شروط النظافة المطلوبة فيها وأكد مدير المعلى أنه نتيجة لبلاغات عديدة وشكاوى المواطنين بإصاباتهم بحالات من التسمم الغذائي وأمراض الإسهال المعضية نفدت حملة تحريب أسرع وقت نحو المطاعم التي لا تلتزم بمواصفات النظافة والمتسببة بهذه الحوادث وثم إيقافها فورا بعد إثبات الحالة السيئة لبعيار النظافة في مطابخ المطاعم مشيرا إلى أن الحملة لن تقتصر على هذه المطاعم فقط بل ستستمر بصورة فعالة في الخبر الأخير مشاهدنا الكرام عقدت في العاصمة المؤقتة عدن حلقة نقاش بعلوان التعليم في حالة الطوارئ نظمه الاتلاف اليمنية للتعليم للجميع الذي تزامن مع العقاد المؤتمر الدولي لتمويل التعليم في بيروت وبحضور ثلاثين مشاركا ومشاركا من سلك التربية والتعليم في محافظة عدن وأكد عبد القاهر الحميدي الأمين العام للاتلاف على همية تعريف بمفهوم التعليم في حالة الطوارئ وإغناء التجربة الخاصة بالاتلاف بالنقاشات ومعالجة المشكلات التي واجهت التعليم في اليمن في الوضع الراهن مثل تسيس التعليم ونذرة الكتاب المدرسي والزحام المدارس بالنازحين وأيضا عدم توفر نفقات تشغيلية للتعليم ناهيكة عن عدم اهتمام الهيئات الأممية والدولية بالوضع التعليمي بالشكل الذي يساعد الهيئات بالشكل الذي يساعد الهيئات التعليمية في اليمن من أداء مهامها كما تطرق أمين العام الاتلاف إلى دور الاتلاف في دعم استمرار العملية التعليمية من خلال السعي للاتفاق على وثيقة حيادية وثيقة حيادية التعليم عن الصراعات السياسية والطائفية والمذهبية وعدم استغلال مدارس التعليم في النزاعات المسلحة وإشراك الطالب فيها هذا الخبر من المشاهدين الكرام تنتهي نشرة الأخبار هذه عودة لأهم جاء في النشرة من أنباء رئيس الجمهورية يطمئن على صحة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية نائب رئيس الجمهورية يطلع على المستجدات والجهود التي تبذلها الحكومة للتطبيع الأوضاع في المناطق التي شملتها جولة رئيس الوزراء مدفعية الجيش الوطني تدك مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية في رازح بصعده والجيش يواصل تقدمه باتجاه البرح غرب تعز ما لدينا في نشرة الأخبار مشاهدين الكرام قدمت لحضراتكم من قناة عدن الفضاء أنتم بخير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر